اثنان واربعون فنانا تشكيليا من مختلف محافظات الجمهورية يشاركون في فعاليات مسابقة نون اليمن للخط العربي في حضر موت اكاديمية الموهبين بمدينة سيئون وبالشراكة مع جمعية الخطاطين اليمنيين احتضنت هذه الفعالية الثقافية بتمويل من مؤسسة العون المحلية خمسون لوحة هي مجمل المشاركات في انواع الخط العربي الثلث والنسخ والفارسي والكوفي والرقعة المسابقة التي تعد الأولى على مستوى الجمهورية تهدف إلى التعريف بأهمية الخط في أوساط المجتمع وإظهار الخطاطين على مستوى اليمن كما تعزز من الابتكار والإبداع والمنافسة لدى المشاركين في المسابقات الوطنية والدولية هذه المسابقة نهدف من خلالها إلى إحياء هذا الفن إحياء الخط العربي إكساب طلابنا في الجامعات وفي المدارس المهارات اللازمة لكي يتقنوا هذه الخطوط العربية لأنها أصلنا لأن القرآن كتب عربيا المسابقة قيمت بحسب معايير ومواصفات عالية في اختيار المشاركين حيث تسعى الجهة المنظمة من خلالها إلى إحياء فنون الخط العربي التقليدي كما تقول ونقله لتتوارثه الأجيال بالإضافة للإسهام في تنشيط العمل الثقافي والتاريخي بحضر موت واكتشاف مواهب الخطاطين المشاركة الأولى في معرض خاص بالخطاطين اليمنيين والإضافة لإضافتها أولا أن هذا المعرض جمع كل الخطاطين اليمنيين من أقصى اليمني إلى أقصى وهذا ما أجمل ما في المعرض حقق المراكز الأولى في خط النسخ الخطاط عبد الرحمن السعيدي من محافظة مارب فيما خط الكوفي فاز به حمز الطيب من محافظة حجة وحجبت لجنة التحكيم الجائزة عن خط الثلث والرقعة والفارسي لعدم توفر الشروط المطلوبة فيها كما قالت حداد مساعد قناة بلقيس سيئون حضر موت